بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفامت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم نرجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوق سألهم خزنة ألم يأتلك النبي قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من لسقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمرور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات ويقبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتبه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا هزل فتنسي أتحجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أذلكني الله ومن معي أو رحمانا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر